ثلاث سنوات من العمل ومليار يورو من الاستثمارات وعشرة ملاعب كرة قدم جديدة ها هي الملاعب ذات الإيحاءات والرموز شارفت على الانتهاء بانتظار انطلاق صفرة البداية لمباريات كأس العالم ملعب نيلس بروت بدعائمه على شكل زرافة ومقاعده المخططة على طريقة حمار الوحش هو الأكثر إفريقية ملعب سوكر سيتي هو الأكبر ربما في القرى بأسرها مع تسعين ألف مقعد وموقع استراتيجي بين جوهانس بورغ وسويتو وهذا الملعب سوف يستضيف المباراة الافتتاحية وكذلك النهائية مشاجع جنوب أفريقيا يأملون بأن يعيد التاريخ نفسه في ألس بارك حيث فازوا عام خمسة وتسعين لأول مرة بكأس العالم للرغبي وقد تم تجديد الملعب لكأس العالم لكرة القدم ملعب بورت إليزابيت أخيرا وجد اسما يكن به وكنيته الجديدة ملعب دوار الشمس بسبب تصميمه الذي يسمح بمقاومة العواصف القادمة من المحيط الهندي وعلى الساحل أيضا ملعب دوربان المستوحى من علم جنوب أفريقيا والدعامتان اللتان تلتقيان ترمزان إلى توحيد البلاد بعد سنوات من الفصل العنصري أخيرا ملعب كيب تون المصمم على شكل غطاء رأس قبائل الزولو وانتهى العمل به قبل أسابيع موقعه بين جبال تيبل وجزيرة روبن يجعله مكانا مناسبا لدورة في كأس العالم يعتبرها الأفارقة أيقونة على صدر الرياضة الإفريقية